أشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بالعلاقات البحرينية الإيطالية وما تشهده من تطور في شتى المجالات منوها سموه بدور إيطاليا الداعم للقضايا الإقليمية وبدورها المعزز للأمن والسلم الدوليين جاء ذلك خلال لقاء سمو وحفظه الله بقصر الرفاع اليوم سعادة السيد ألبرتو فيكي سفيرة جمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى المملكة حيث أعرب سموه عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الإيطالي طيلة فترة عمله في البلاد والتي أسهمت في دعم العلاقات بين البلدين الصديقين مستذكرا سموه الزيارات المتبادلة على كافة المستويات وأثرها الملموس على نطاق التعاون الثنائي خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مؤكدا سموه تطلع البحرين نحو كل ما يسهم في توثيق العلاقات مع إيطاليا وتعدد القطاعات للتعاون مع هذا البلد الصديق وتبدل سموه مع السفير الإيطالي الأحاديث حول علاقات صداقة والتعاون القائمة بين البلدين وتم استعراض القضايا والموضوعات الراهنة على الساحة الإقليمية والدولية متمنيا سموه للسفير الإيطالي كل التوفيق فيما يسند إليه من مهام جديدة من جانبه عبر السفير الإيطالي عن شكره وتقديره لسمو نائب جلالة الملك ولي العهد على اهتمامه ودعمه لتطوير العلاقات البحرينية الإيطالية وعلى مليقياه من تعاون أسهم في نجاح مهامه متمنيا لمملكة البحرين وشعبها مزيدا من التقدم والاستهار والرخاء